بفضل حضراتكم مراجعة فيلم الممر وصلت لرقم واحد ما بين الفيديوهات الأكثر تداولاً على يوتيوب في مصر والمراكز أخرى متقدمة في باقي الدول العربية لا مفيش نكتة ولا حاجة أنا بس عاوز أقول لكم شكراً وبحبكم 3000 أحداث فيلم كازابلانكا بتبدأ بعملية سرقة في قلب البحر بيقوم بيها ثلاثي من الهجمين العملية ما بتمشيش زي ما الفريق مخطط لها وعمر المر بيطئبض عليه ولكن بيرفض يرشد عن صحابه بعد ما بيخرج من السجن بيكتشف أن الريس عرابي خنهم هو وصديقهم التالت رشيد وهرب للمغرب عشان يبدأ حياة جديدة تحت اسم هارون ومتحفظ على زكريا أخو عمر كمان كبوليس التأمين لذلك عمر بيقرر أنه يتعاون مع رشيد عشان يجيبوا حقهم وينقضوا زكريا فيا ترى إيه اللي حيحصل كازابلانكا هو تامن فيلم رواقي طويل من إخراج بيتر ميمي في ظرف 8 سنين لو أنا حاسبها صح الأفلام دي اتسمت بتأثرها الشديد بأفلام أخرى لدرجة النقل المباشر في أوقات كتير كمان اتسمت بكونها أفلام تجارية بتهدف لجذب وإرضاء القواعد الجماهيرية الكبيرة لذلك كانت دايما بتلاقي استقبال جماهيري مرحب واستقبال نقدي فاتر إن لم يكن غاضب يعني في فيلمه الأخير حرب كرموز بيتر ميمي ما تمرتش على مدرسته ولا استهدف إرضاء النقاط ومع ذلك أداء الفيلم النقدي كان أفضل نسبيا مما سبقه في رأيي ده كان نتيجة اهتمام أكبر ببناء الشخصيات ولو حتى شوية صغيرة واجتهاب حقيقي في الوصول لأفكار أصلية وجذابة في الأكشن والكوميديا عشان كده إلق تحبة وأنا بتفرج على التريلر بتاعت كذابلانكا لإحساسي بأن الفيلم متأثر شوية بـ Gone in 60 Seconds وتمنيت إن قريتي تطلع غلط وإني ألاقي فيلم أصلي وفيه شخصيات وأفكار أفضل كمان ومن دواعي ساعدتي إني أستهل هذه الحلقة بالتأكيد على إن هو ده اللي لقيته بالفعل لقيت عدد كبير فعلا من الشخصيات اللي ليها طباع وتاريخ وأهداف واضحة لدرجة ممكن تدفع المشاهد للتواصل أكتر مع أحد الشخصيات المساندة وعدم الاهتمام ببطل الفيلم أصلا ولقيت سيناريو جيد وأفكار في الكوميديا والأكشن حقيقة حلوة ومتنفذة كويس وما ظنش إن شفت لها قارين مباشر في أي فيلم تاني قبل كده ولكن طبعا الأفكار والشخصيات لوحدها ما بتصنعش فيلم عشان كده خلونا نفصص كذا بلانكا فيلم أكشن في المقام الأول ومحركات قصته هي الصداقة والخيانة والطمع وحب الإخوات وبعدهم بشوية كده الرومانسية المحركات دي بتقودنا لتقلبات والتوقات ومفاجآت كتير في مواقف الشخصيات من بعض والشقلبازات دي بتنقلنا من فصل الفصل ومن مواجهة لمواجهة ومن مطاردة لمطاردة ومن عركة لعركة زي ما الفيلم ذكر أكتر من مرة أجواء الفيلم جادة على فكرة والكوميديا اللي فيه أغلبها عبارة عن جمل متفرقة مفيهاش هزل كبير ومفيهاش خروج عن أجواء الأحداث كوميديا عمر عبدالجليل مثلا مش مبالغ فيها وفوق اللي موجود في التريلر تقريبا ما عندوش إلا نكتة أو اتنين كمان كوميديا الأكشن بقى شبه غائبة تماما وده كان قرار جريء وجيد الأكشن أغلبه مواجهات جادة وفيه مخاطر حقيقية وخسائر حقيقية وبناءه عبارة عن فصول مفيهاش جديد وإن كانت متقنة بتقود لأفكار في منتهى الصياعة مفيش إعداد أو مجهود بدني استثنائي من أبطالنا وده حط مسئولية جودة مشاهد الأكشن بالكامل تقريبا على أكتاف الإخراج والتصوير والمونتاج وجودة المشاهد دي مرتفعة جدا ولكن عبها في رأيي حاجتين أولا تسريع وتبطيء الصورة مع حركة الكاميرا وده فصيل شوية وإن كان بيخلي المشاهد أشيك وثانيا أخذ لقطات الجو برو على حالها أو مع تحسين طفيف جدا وده خلق تباين بين شكل المشاهد في نفس التسلسل كل ده عوضوا إتقان الحركة نفسها والتوظيف الممتاز للأغاني في خلفية المشاهد وإن التصوير بشكل عام متميز وفيه إيجادة واضحة سواء على مستوى الكادرات الثبتة أو مشاهد الحركة ونجح في إبراز الطبيعة الخاصة لأماكن الأحداث سواء في اسكندرية أو في المغرب وكمان مرة الأفكار الجديدة اللي كانت بتتقدم كل كم مشهد حقيقي يا جدعان الفيلم فيه فكرتين ثلاثة في مشاهد المخاطرات من أجمد ما يمكن وحزع القوي لو حد طلع بدليل على أنهم منقولين من أفلام تانية وما بتكلمش عن المشهد اللي فيه بعض التأثر بكينجزمان وما بتكلمش عن المشهد اللي فيه بعض التأثر بإنسبشن عشان نكون واضحين على مستوى الدراما فالفيلم كان شايل نفسه بشكل جيد جدا لحد قبل النهاية بمترين تقريبا تقييما لمحركات القصة فاستعراض نماذج الصداقة والخيانة والطمع جيدة حب الإخوات هو الأفضل رغم أنه المفروض يكون الأكثر هرسا والرومانسية مقحمة بصورة كبيرة والفيلم كان ممكن يخلص من غيرها مثلث الصداقة والخيانة والطمع المتمثل في عمر ورشيد وعرابي كان جذاب جدا في المتابعة وتقلباته مفهومة ومبررة بشكل كويس في الأحداث الأفضل على مستوى الأداء في الثلاثي هو إياد نصار رغم أني ما كنتش متفائل بيه من التريلر لكنه كان مقنع جدا ومليان طاقة وعنده نصيب كويس من الكوميديا ومن المشاهد اللي محتاجة ممثل بجد أمير كرارة كويس جدا وحضوره أفضل من حرب كرموز كمان وده لأن تصميم شخصيته مش مثالي حتى في قدراته كمجرم أو كشبح عمر عبد الجليل برينس طبعا ولولا التقلق المفاجئ من إياد نصار كان حيبقى دوري وتكسيدي المفضل في الفيلم عندنا على جانب الشر ظهور للممثل التركي اللي اسمه بيتكتب كده فيش دعي للإحراج يعني وهو بروفايل شرير مطير للاهتمام برضو وفي مجهود في تصميمه شرير عنده مجموعة من المبادئ ولكنها ما بتوصلوش إنه يبقى شخص كويس وتحس إن الراجل اعتنى بتمثيله برضو شوية مش جاي ياكل عيش وخلاص زي المدربين الأجانب عندنا في الدوري كده في محرك حب الإخوات يبرز بشدة أحمد داش الممثل الشاب التاني في تاريخ السينما المصرية لا بجد داش حاجة رائعة بكل تأكيد عنده مشهد مع أمير قرارة تحت عنوان انفعالات صادقة من خارج المنهج محرك الرومانسية بس هو اللي مهوي شوية وبدون أي لوم على أداء غادة عادل هو دور على بعضه كده كان ممكن يتقصه ومفيش أي حاجة كانت حتحصل مشكلة قصتنا في رأيي هي المترين الأخيرين زي ما قلت اللي كترت فيهم المكائد والتقلبات والالتوقات والقرارات الشريرة والقرارات المضادة وتشبكوا أكتر من اللازم لدرجة إني بدأت أسرح وما بقتش فاهم هو مين اللي عمل إيه بالزبط طبعا هو موضوع مش صعب ولو ركزت شوية أكتر حجمع كل حاجة بس أنا مش عاوز أو بمعنى أدق حدود التركيز اللي الفيلم طلبها مني طوال أحداته لا تتناسب مع مستوى التعقيد قرب النهاية اللي هو مش كبير قوي برضو يعني كذا بلانكا بالنسبة لي كان تجربة مشاهدة مسلية وفيها قدر معقول من المتعة السينمائية عاوز أقول إنه فيلم أكشن سطحي بس الحقيقة هو أكتر من كده شوية ولكن مش لدرجة إني أقول إنه فيلم أكشن تقيل ويحتمل قدر كبير من التعمق ولكن حقيقي هو كان فيلم ممتع وخطوة مهمة للأمام لصناعه تقييمي لفيلم كذا بلانكا هو تمانية من عشرة وفي نهاية الفيلم فيه تمهيد لجزء تاني بفريق أبطال معلن ومفاجئ تماما حيعلي نسبة ترقبي منقشة الحلقة عندي فضول كبير أعرف لو حضراتكم عملتوا أي ما بأهم خمس نجوم أكشن في مصر دلوقتي الترتيب حيكون إيه؟ ياريت تسهموا برأيكم في الكومنس ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول بول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ووي بوي